درجات حرارة تصل لأكثر من 15 تحت الصفر في أفغانستان فتحت الأعين على أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها الأفغان واستفقر مدقع وتضييق حركة طالبان الأطفال الضحية الأضعف بمواجهة شتاء صعب مع قلة مواد التدفئة والغذاء إضافة إلى النظام الصحي المتهالك حسب تقارير من حكومة طالبان لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم خلال الأيام الماضية بينهم أربعة أطفال في ولايات باكلان ونمروز وساريبول وقندهار وبادغيس وغور وفارياب وجوزجان نتيجة لموجة البرد القارص التي تجتاح أرجاء أفغانستان وسط توقعات بأن تتحول الأمور لسيناريو أسوأ وسط احتمال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وتساقط الأمطار والثلوج وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية التابعة لطالبان ما قد يحول دون وصول المساعدات والمنظمات الإغاثية للمحتاجين حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إضافة إلى عرقيل عدة تقول المنظمة إن قوانين حركة طالبان أحد أهم مسبباتها توزيع المساعدات الإنسانية تأثر بسبب حظر طالبان عمل النساء في المنظمة غير الحكومية ونتيجة للمواد غير الصالحة للتدفئة التي يستخدمها معظم الأفغان بسبب الفقر توفي عدة أشخاص نتيجة اختناقهم بالمواد المحرقة والغاز موجة السقيع الأخيرة تسببت بإغلاق نقاط الوصول إلى المناطق النائية في أفغانستان حيث يوجد بالفعل نقص في الأدوية والمواد الغذائية وقد تضررت ألف الهكتارات من المحاصيل الشتوية بشدة أمام وقوف حكومة حركة طالبان عاجزة عن التعامل مع الموقف مادياً ولوجستية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر